يا الله ما كان لازم أتلت هاي النحلة تعرفوا أنه لو انقرض النحل هذا الإشي رح يؤدي إلى توقف الحياة تماماً عن سطح الأرض أكيد هلا بتتسألوا شو دخل هاي الحشرة بقية الكائنات الحية اللي بتعيش على سطح الأرض وليش رح تؤدي لتوقف الحياة لكل كائن حي موجود على سطح الأرض دور خاص بيقوم فيه وهذا الإشي ممكن نسميه النمط الحياتي أو الإيكريجيكال ميش اللي ممكن نعرفه بأنه هو دور الكائن الحي أو مكانته في النظام البيئي وتفاعلاته مع الكائنات الحية التانية ومدى قدرته على التكيف والتعايش في البيئة اللي عايش فيها يعني النحلة مش بتقوم بس بتأثر عليها هي لحالها أكيد لا فهي بتأثر على الكائنات الحية اللي حواليها كمان النمط الحياتي بيشمل جميع الموارد المتوافرة اللي بيستعملها الكائن الحي للحصول على الطاقة اللازمة لبقاءه على قيد الحياة شو يعني الموارد المتوافرة؟ الموارد المتوافرة مثل الغذاء والماء اللي حيحلوه قادر على العيش والاستمرار في البيئة اللي موجود فيها كمان بيتميز أنه النمط البيئي بيحكي لنا كيف قدرته على تحمله للظروف وكيف يمكن أنه يستغل هاي الظروف للحصول على غذاءه وكيف كمان أنه يقلل التنافس عليه من الكائنات الحية التانية ويحدد الكائن الحي مكانه في الشبكة الغذائية النمط الحياتي ممكن يعطينا كثير معلومات عن الكائن الحي ويحدد دوله في البيئة اللي بيعيش فيها تماما وكيف بيأثر على الكائنات الحية التانية وكمان بيأثر عن نمط الحياتي بعلاقة الكائن الحي بالعلاقات مع الكائنات الحية التانية مثل التنافس والافتراس والتطفل هاي العلاقات رح نتعرف عليها لقدام بالتفصيل طيب النمط الحياتي اللي هو دول الكائن الحي أكيد فيه إشي بيشمله وإشي أوسع منه واللي منحكي له الحيز البيئي أو الإيكولوجيكال سبيس طيب شو هو الحيز البيئي؟ الحيز البيئي هو بيشمل الظروف البيئية الحيوية وغير الحيوية جميعها من غذاء درجة حرارة ورطوبة فأكيد مش كل كائن حي بيستهلك نفس المواد اللي بيستهلكها كائن حي تاني أو بيستهلكها بنص طريقة مثلا الغزال بيتخذى على العشب فهو لازم يكون فيه عشب عشان الغزال يضمن بقاءه واستمراريته أما الأسد فهو ما بيتغذى على الأعشاب لكن بيستخدم هاي الأعشاب حتى أنه يتخبى عشان يقدر يختفي من قدام الغزال ويصطاده يعني الغزال والأسد بيحتاجوا الأعشاب لكن كل منهم في طريقة تانية وكل طريقة بتأدي لاستمرارية بقاء هذا الكائن الحي طيب بما أنه الكائنات الحية لها أنماط حياتية هل كل كائن حي إلو نمط حياتي بيختلف تماما عن كائن الحي التاني ولا كل الكائنات الحية إلها نفس النمط الحياتي هذا اللي حنعرفه في المرة الجاي